السلام عليكم حصة اللغة العربية للصف الرابع درسنا اليوم عن المفعول لأجله أخذنا سابقا بأن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل ومفعول به اليوم سنأخذ نوع ثاني من المفاعل وهو المفعول لأجله وهو أحد أجزاء الجملة الفعلية لكنه غير أساسي في الجملة المفعول لأجله اسم نكرة منصوب يأتي بعد جملة تامة لبيان سبب حدوث الفعل ونسأل عنه بأداة الاستفهام لماذا إذن كيف سنعرف المفعول لأجله أولا هو اسم المفعول لأجله اسم نكرة ماذا نعني بنكرا أي أنه غير معرف بالتعريف ومنصوب أي أنه دائما حركته النصب الفتحة يأتي بعد جملة تامة لبيان سبب حدوث الفعل إذن ما هي الفائدة من المفعول لأجله بيان سبب حدوث الفعل إذن المفعول لأجله يفسر لي لماذا قمنا بهذا الفعل كيف بدي أعرف المفعول لأجله أسأل عنه باستخدام أداة الاستفهام لماذا حتى نعرف المفعول لأجله نستخدم أداة الاستفهام لماذا خلينا نأخذ أمثلة درس علي طلبا للعلم درس فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة من الذي درس علي إذن علي فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهرة طيب قلنا إذا أردنا البحث عن المفعول به نسأل عنه باستخدام ماذا ماذا درس علي تزبط طلبا تكون جواب لا إذن لو استخدمنا ماذا لهذه الجملة لا نجد بأن هناك مفعول به مناسب إذن لا يوجد في هذه الجملة مفعول به خلينا نستخدم لماذا لماذا درس علي ستكون الإجابة طلبا لماذا درس علي الإجابة طلبا إذن طلبا هي المفعول لأجله كيف عرفنا أنها المفعول لأجله لأنه هي سألنا عنها باستخدام لماذا وأيضا انظر إلى كلمة طلبا طلبا هي اسم ونكرة وأيضا منسوب وبيّنت لي سبب حدوث الفعل يعني شو سبب دراسة عليه أنه هو بطلب العلم إذن طلبا للعلم للبحث عن المفعول لأجله يجب أن نسأل عنه باستخدام أداة الاستفهام لماذا؟ للبحث عن المفعول لأجله يجب أن نسأل عنه باستخدام أداة الاستفهام لماذا؟ فمثلا نقول لماذا درس علي الإجابة ستكون طلبا انظر إلى طلبا طلبا اسم نكرة منصوب وبيّن سبب دراسة علي إذن طلبا سوف نعربها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نأتي إلى الجملة الثانية حارب الجيش العدو دفاعا عن الوطني حارب الجيش العدو دفاعا عن الوطني تعالوا نحلل الجملة حارب فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة من الذي حارب؟ الجيش إذن الجيش فاعل مرفوع علامة رفع الظاهرة طيب ندور هلا عن مفعول به مفعول به نسأل عنه باستخدام ماذا؟ أقول ماذا حارب الجيش؟ العدو إذن العدو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طب نأتي إلى كلمة دفاعا لماذا حارب الجيش العدو؟ لماذا حارب الجيش العدو دفاعا عن الوطني إذن سبب محاربة الجيش للعدو هو دفاعا عن الوطن انظري وانظر إلى كلمة دفاعا دفاعا هي اسم وأيضا نكرة وهو منصوب وبين سبب محاربة الجيش للعدو إذن دفاعا تنطبق عليها شروط المفعول لأجله فيكون إعراب دفاعا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يا رابع نركز مفعول لأجله دائما نسأل عنه باستخدام لماذا؟ مفعول لأجله نسأل عنه باستخدام لماذا الجملة الثالثة سجدت شكرا لله لماذا سجدت شكرا لماذا سجدت شكرا إذن سبب سجودي هو الشكر إذن شكرا أن اسم وهي نكرة ومنصوب وبين سبب سجودي لله إذن شكرا ماذا ستكون مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة شكرا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كيف عرفت أن شكرا إعرابها مفعول لأجله؟ أولا قمت بالسؤال عنها باستخدام لماذا سألت عنها باستخدام لماذا وكانت هي الجواب وهذا الجواب كان عبارة عن اسم ونكرة منصوب وأتى لبيان سبب حدوث الفعل نأتي إلى التدريب الأول حدد المفعول لأجله في الجملة الآتية نريد في هذا السؤال تحديد المفعول لأجله سافرت بحثا عن العمل قلنا أن المفعول لأجله نسأل عنه باستخدام لماذا تعالوا نجرب على الجملة الأولى لماذا سافرت بحثا؟ إذن المفعول لأجله بحثا طب تعالوا نتأكد أكتر هل بحثا اسم؟ نعم بحثا اسم ننهى على ابتق بقبلات التنوين هل هو نكرة؟ نعم وشو حركته؟ النصب إذن بحثا بيانت لي سبب حدوث الفعل فإذن بحثا هي المفعول لأجله الجملة الثانية استغفرت طلبا للأجر استغفرت طلبا للأجر لماذا استغفرت طلبا؟ إذن طلبا اسم نكرة ومنصوب وهو سبب حدوث الفعل وهو الاستغفار إذن طلبا هي المفعول لأجله الجملة الثالثة نتبع الرسولة أملا بالنجاة لماذا نتبع الرسولة؟ أملا إذن أملا اسم نكرة منصوب وهو سبب حدوث الفعل وهو اتباع الرسول أملا بالنجاة إذن الأمل أو أملا مفعول لأجله منصوب الجملة الرابعة الجملة الرابعة يصوم المسلم طاعة لربه يصوم المسلم طاعة لربه لماذا يصوم المسلم طاعة؟ إذن طاعة اسم نكرة ومنصوب وهي بيّنت سبب حدوث الفعل إذن لماذا يصوم المسلم طاعة لربه؟ إذن طاعة هي المفعول لأجله طاعة المفعول لأجله تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء نبحث عن المفعول لأجله لماذا تناول المريض الدواء؟ رغبة إذن رغبة اسم نكرة منصوب وهو سبب حدوث الفعل إذن رغبة هي المفعول لأجله ننتقل إلى التدريب الثاني ضع مفعولا لأجله مكان الفراغي في كل مما يأتي لدينا مجموعة جمل بس ناقص فيها المفعول لأجله ابتعد عن السفهاء فراغ على كرامتك السفهاء هم أشخاص دائما يأخذون أي موضوع بسخرية وبتفاهم هدول الأشخاص هم دائما بيقللوا من قيمة أنفسهم إذن نريد أن نبتعد عن هذه أو عن هؤلاء السفهاء لماذا حفاظا على كرامتنا إذن ابتعد عن السفهاء حفاظا على كرامتك ابتعد عن السفهاء لماذا حفاظا إذن حفاظا مفعول لأجله ابتعد عن السفهاء حفاظا على كرامتك الجملة الثانية عطفت على الفقراء فراغ في السواب لماذا نعطف على الفقراء نحن؟ على أمل أن نلقى سواب عند الله عز وجل إذن لماذا نعطف على الفقراء أملا في السواب عطفت على الفقراء أملا في السواب عطفت على الفقراء أملا في السواب أي أننا نأمل أن الله عز وجل أن يجزينا كل خير الجملة الثالثة اجتهدت في دراستي فراغ في التفوق لماذا نجتهد في الدراسة؟ رغبة في التفوق إذن اجتهدت في دراستي رغبة في التفوق إذن المفعول لأجله هنا رغبة ورغبة اسم نكرى منصوب وهو السبب اجتهادي في الدراسة إذن اجتهدت في دراستي رغبة في التفوق التدريب الثالث أعرب ما تحت وخط في الجملتين الآتيتين سافر زيد طلبا للعلم سافر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة زيد فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهرة الآن نريد أن نبحث عن المفعول لأجله أو عن المفعول به كونها جملة فعلية تعال نجرب ماذا؟ ماذا سافر زيد أين الإجابة؟ لا يوجد إجابة إذن في هذه الجملة لا يوجد مفعول به طب نستخدم لأجله نستخدم المفعول لأجله شو بنسأل عنه؟ نسأل عنه باستخدام لماذا؟ لماذا سافر زيد سافر زيد طلبا للعلم لماذا سافر زيد طلبا؟ طلبا اسم نكيرا منصوب وهو جاء لبيان الفعل إذن طلب فعل مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لماذا طلبا مفعول لأجله؟ لأننا سألنا عنه باستخدام لماذا؟ لأنه جاء لبيان السبب لحدوث هذا الفعل ولأنه اسم نكيرا منصوب وقفت احتراما للمعلمي قمت بتغيير هذه الجملة لأننا قمنا بحلها في التدريب الأول وقفت احتراما للمعلمي لماذا وقفت احتراما؟ إذن احتراما مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا درسنا عن المفعول لأجله كل المفعول لأجله يأتي بعد جملة تامة لبيان سبب حدوث الفعل وهو اسم نكيرا منصوب ونسأل عنه دائما باستخدام أداة الاستفهام لماذا؟ أعطيكم العافية يا رابع